يعني اقلش يا قلب امك ما علش معلش يا حبيب ياما يا رب يارب ما يعني بحبيبي هريحك واحدة كمان وهريحك شوي ويا رب تعال هقولي الشوك عندك فين اهو لو جدعي تلعين اهه هدى شعرك نفسه بيش او كنين اه اي ياه بقى فارخة تعمل فيكو كل ده ما تقلعيش احنا عارفين اي ايا فين ايا فين مفيض هارم هارم رجبت مكروباسة طلبية أنا أعرف وقت شائق مسيطر هناك هيجيب لنا الفرخة دي بس هياخد عشرين ألف جنيه جاك عشرين ألف عفريت لما يركبوك انتهى باليالة هي الفرخة كلها هتسوي كار هي الفرخة بخمستاشر جنيه بس الوقت بقولك شائق ومسيطر في الطلبية وهو أصلاً مش عايش في الطلبية هو عايش برا هو عايجي مخصوص عشان يجيب لنا الفرخة أخسر التعب يا شقاية ده أنا ضيعت عمري عليكم ياما ضيعت ايه ياما ده احنا بنتمنى لك الريضة تردي ياما ده احنا عايشين خدامين تحت رجلك ياما هو في عيال كده اليومين دول ما تتقل لا فينا ياما بقى شش عمتكوا القرى عشانا جات اهو ما افتح لها ياما انا اللي هافتح لا يا حبيبي استانا انت فتحت مرتين الشهر اللي فات طب ما انت فتح مرتين الشهر اللي قبل اللي فات طب ما انت جبت ترينج جديد وانت صليت العيد وانا لأ طب ما انا عمل لك ايه ايه لا انت ولا هو ادخلوا جوا غيروا تطبكوا كده تخليكم نضافوا حلوية ماشي ما تحضنين يا اماما محضنين اكخيبة يا طويل يحبل انت اهلا وسهلا ده ايه النور ده اتفضالي يا اختي اتفضالي 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 اهو كده اه اه البتقطع من المشوار يا اختي ما عليش يا اختي ما انت لازم تمشي دمك في ركبك وفي عروقك ما انت بقيت عظمة كبيرة و اذا ايه ده استوانة اكسوجين انت بقيت ماشي بالأكسوجين على طول يا خطر لفظة سعى الدفاع الله ولا فالك هيجي يا امى تعالوا يا اولا تسلموا على عميتهم ايه ده ازايك يا عميتهم استني اذا انت هتعمل ايه اه دعك كرس ادعك كرس ازاي دعك كرس ايها ده فلاص الساعة تلاثة وربي دعك كرسية ايه وان انا اللي بعد بعد 3 ورب ايه تلاثة وربي ملحقت اشتراب بي الا اقوليلي يا ثانية يا اختي اخبار صيدلية المرحوم ايه دلوقتي؟ ايه يا حبيبتي عاص انا هقولك بقى خد يا حبيبتي قادي نصيبك من ارادة تسمى وعدي ايه دول؟ عدية؟ هي الناس بطلت تعيه ولا ايه؟ لا يا اختي بس الصيدلية ما صرفها كترت وما بقتش جايبة هماها وهنصفيها خلاص عشان كده ايه جبتلك بقية الارار استوان تكسجيل وانابي بالبنج وشوية الادوية وكل المرحوم في الصيدلية وبين وبينك ربنا يعني جبت دورها فيها يا ثانية والمحروس ابنك فيه ما عادش بيقف فيها ليه؟ اه صحيح يا عمتو هو حسونا ما بقاش يجي اخرج ويلعب معنا ليه؟ حسونا يا حبيبي بقى بيلعب في العالي شغال على سقالة؟ لا يا حبيبي شغال في الفن شغال مع نجوم مصر كلهم بصي كل يوم يبعدلي صورة شكل متصور مع نجوم مصر كلهم شايفة؟ مريني كده عمتو؟ عارفة حسونا شغال مع مين دلوقتي؟ شغال مع رامس جمال في برنامج رامس في الأبغال اه كان الارد اللي في الغابة ارد في عينك انتا وهو حسونا هو اللي ماسك بوفاها البرنامج الارد قال هي العيال دول مش من دور حسونا يا حبيبتي ايه اللي ما شفتهم مر يفرح ووكي؟ وبعده هالك بقى بتسكوتي وتقطومي بقى ياختي بس رحساني طقلك ارق بنت الزرزاري ليه؟ فدتكم بعافية مش عايزة حد فيك يقوم يوصلني اعود حواليها كده وانسوها ورناخوا احنا ما كناش هنقوم على فاكرة اصلا اروح ارمي عليها تيني ياما اعمل عليها بيبي ياما اروح انا انا شارب بريل في تين شوكي برا ياما في الحارة والله ممكن اجرقها انا شارب بريل ياما اروح انا ياما انا شارب بريل كتير قوي ياما يلعب ايه رائع؟ لعيب يلعب التانية ياشا لا انا متضايق يا اخي ايه يا ابدي مالك فيه ايه؟ انت ما شفتش عمتك سانية البومة دي قالت الامك؟ شفت لماك صعبان علي قوي انا مش عارف الناس دي بتعمل معناك ده ليه؟ ان عمرنا ما عملنا اي حاجة ويحشى في اي حد كل شوية ولاد فرحانة الهابلة هم حقد وغل بيقيدوا علينا عشان احنا هحسمينهم مليون مرة فكك بقى من الكلام ده احنا لازم نرفع راس امك قدام عمتك سانية البومة دي اللي فرحانة لي قوي بصور حسونة ابنها يبقى نقتل حسونة ماينفعش عشان حسونة ابن عمتنا واو الناس هيتجابوا احنا يبقى نقتل اي فنان هيتصور مع حسونة ويلباسها الحسونة لا احنا نتصور مع اي حد مشهور زي ما حسونة بيعب فاتقم امك موريه السورة لعمتك فعمتك تتاهر وبكده هنبقى رفعنا راس امك بس جات لي فكرة احنا نتصور مع هيفاء واحد استحالة ان احنا نتصور مع هيفاء واحد ليه يا عبد هي فين واحنا فين ده عندها تتوفرج لها بالامل والارادة واللا مبالاة نقدر نتصور معاها كمان صورة سيلفي طب اكتب الرقم بسرعة عشان خطر نتسي لو الرقم عليها افتح اهو افتح لي بس الاسبيكر اهو ثانية واحد بس صح كده نفتح الاسبيكر بقى اهو جرس جرس الو مادام هيفاء مرحبا بكم في حجز تذاكر حفل هيفاء واحد اهو يا انا يا خير ده سطع بالزبط ايوا ايوا من عارب سطع لللغة العربية اضغط رقم واحد بقولك يا ست الكل الحفلة فين بالزبط والتذاكر بكام للتذاكر اضغط رقم اثنان ايوا فعلا احنا عايزين تذكرتين بس عايزين نعرف سعر التذكرة الواحدة كام سعر التذكرة خمسمية جينيين يا بلاش والله يا جدا والله يا بلاش بقولك يا ست الكل عايزينك تجي مصر بقى ونرق نزور السيدة عاشة شكرا لك يلاهو يلاه بص التواضع ده كان ما استعزمنا على الغدل لا وما خارج الفاظها شيك يعني بتتكلم لغة عربية تحس ان هي خريجة دار علوم بيروت تصدق صح يلاه يا بقى محتاجين ايه عشان نروح الحفلة اه لبس شيك عنده حودة وموبايل بكاميرا عنده جودة وفلوس التذاكر موجودة فين؟ انا شال قرشين تحت البلاطة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكأني واحد تاني وكأني واحد تاني انت متأكد يا ابني ان انت مخبل فلوس تحت البلاطة اهو الله بس مش فاكر انهي بلاطة استيقنا ما نشوف تحت دي كمية انا مش هيرتاح ولا يهدالي بال إلا ما اعرف فلوسي فين؟ لو هكسر بلاطة الشقة كله ايوه اهي فلوس اهي 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 الحمد لله يا رب كان قلبها يقف يا ابني والله ايه ده؟ تخلتنا نكسر بلاطة الشقة كله عشان خمسة جنيه بس؟ فلوسي يا ابني عامي ايوه بس البلاطة دي ممكن تشيل تلاتين جنيه عادي انت مجنون؟ انت عايز نحط تلاتين جنيه تحت البلاطة واضحي بيهم في التراب ده؟ انت دماغك يا ابني فادي انت الفراغ اللي في دماغك ده مش هيتملي؟ ايوه بس ممكن بربك وتتشيلها تحت المخدة بتاعك كده يعني ايه اللي ايوه؟ يا نهار ابوكو اسود ايه اللي عملتو ده؟ والله هو ياما اللي كسر البلاطة ياما والله ايه اللي قلتوله ما تعملش كده امك هتزعل قال لي بلا ماما بلا كفتة حتى بيقعد في الصبر يقول عليك كفتة والناس كلها عارفة قلتوله بتعمل كده ليه قال لي اما انا مش لها حاجة عميلها ياما لا ياما ابنك عبيد لا ياما ده كتب ياما والله ياما والله هو اللي قال اني انكسر البلاطة تحت مابلك ضخم ياما فعلا انكسرنا طلعنا خمسة دنيا ياما اهي ياما طب بزماتك انت قصة مين اوقع؟ بس بقا حرم عليكم كلهم تخرجوا برا البيت تعملولي مصيبة في الشارع وتجبولي الكلام مع الي اسفى واللي ما يتواش وتخلوا رقابتي زي السمسمة ولما تتنيلوا تقعدوا في البيت تعملولي مصيبة جوه البيت يعني مصائب برا ومصائب جوه حرم عليكم كفاية بقى امشو طلع برا اطلع برا يا انا اطلع برا الواحد ياما والله هو اطلع معايا برا امشو يا ولدي امشو 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 فيه ايه؟ ليه؟ او الله تعالك ادابه ظالم يالا اده ظلمتني في السلبي جوه انا برضه اللي ظلم اما اليهاتي بقى ايه؟ دي خرفت خلاص كل ده عشان كسرنا بلاط فيه ايه يعني؟ كنتش يعرف ان البلاط بيجرح قوي كدا يا ريتو كان بركية يا اخي يا ريتو كان بركية اصابلى عنان الشوقة كلها بركية دلوقتي اللي احنا ليه؟ خلاص انت هتاتفر احمد ربنا يا عبيت انه كان بلاط لو كان بارك ما كناش عارفنا نحلع فردة واحدة ونخرج الخمسة جنيه وهي سليمة هي الحمد لله وأرقامها كلها موجودة طب هنعمل ايه في فلوس الحفلة؟ حفلة؟ حفلة ايدي؟ ده انت عامل لي قول ومتشامل اللي قوي ودفل لي الخمسة جنيه فين؟ هيهي تحت البلاط ده ما كيب لناش باكوربان سحر الخمسة جنيه دي تب اتزعق لي؟ اه طب وربنا لاقول على الـ لا خلاص والنبل شكلك بيبقى ايه؟ او النبل وانت عارف منظرك بيبقى عامل ازاي؟ ما عليش شو ابا طب كوكو واوة بقى طب كوكو ايه؟ واوة ايوة فهمتوا كنا بنتكلم فيه؟ قفاش ده الام واللي انت عملته مش شوية يلا عتزر لها يلا وبصها من دماغها يلا وقلها حسب يلا ونعمل وكيلي على اللي انت عملتي فينا يا ابا الاسف يا ام حسب يلا هو نعمل وكيلي خلاص نعلش عمري ما هعرف هزعل منكو يلا دخلوا لبسوا هدومكو واحنا عريانين يا امه ولا ايه؟ يا امه متتكلم يا عيد اليامه بس يا واد انت وهو بقى غيروا هدومكو عشان هنخرج هنخرج؟ ليه؟ عشان خلعنا البلاط يا لأ علي النعمة بكرة نخلع لها السقفة على الارض الله بينا يلا بينا الله عفض الله انا مش هشتغل تاني انا متخلقتش للمرمطة انا لو اشتغلت يا ابن عمي هبتدي ومدير ماشي لميت كامي يا مدير استنى معدي معلش تلغبطة ممكن اعدي تاني فضر معلش معلش تلغبطة معشان انت عملت فيها محمد منير وانت بتعد مش هتعد صح عد عادي وديني هم تقريبا مئة وعشرين جنيه انت لميت كامي اتناشر ونص ده الظهر ده ولا الساعة ولا انت خارج ولا ايه قصيتك ايه الرقم ده اتناشر جنيه ونص لميت اتناشر جنيه ونص بس ده انت لو اشتغلت ده انت لو مشتغلتش كنت لميته اكتر انا مصاريف كتير يا عمي مصاريف ايه يا اخي يا التذكر كانت بكام وبسو ميك جنيه يا نهر ايه سويد ده بعيد قوي مفيش امل كان نفس يومت تفرع بس ازايا ربنا مش رايد لها الفرحة خاتمت وقتك صح انت اللي زاك لازم ينتحك حتى شعرك يرتاح هتعمل ايه يا ابن الجاكت يا ابن المجنون امك هتنفخنا ايه دول الف جنيه الف جنيه بيتطول من ايه مش اقلهم لوقت عوزة امو مقولش اقل من الاول مش الوقت اللي احنا فيه ده وقت عوزة يا اخي ايه العظمة دي اده ربنا نخلي ايه انت كل ما ده بتثبتلي ان انا حمار وانجور يا حياتي كويس ان انت جيت بالتحلال انا عندي ناس مهمة جايين يحضروا الحفلة بتاعتك وبتاعة تايفا بس الاسف ما يعرفوش العنوان عاوزك بقى تبعاتي اللوكيشن على الواتس على الواتس مرة واحدة يلا يا حبيبتي شوفي بتعملي ايه سيبينا لوحدنا شوي بعد اذنك يا عبدالباري بي شوف بي بعد اذنك انا سيبك بقى من الكلام ده وليلي بقى عايزة ايه انت بعت ارض الفيوم الله وده يخصك في ايه ارض ابي حلقها انا حول يعني اعرف من برا ان انت بعتها وبعدين شكلي قدام شو شكلا ما هي تعرف وانا ما عرفش اه تقوم من المراحل بتوالك بقى هي دي جازاتي بعد ما خلتك تلعب بالفلوس انا طول عمري كبير وبالعب بالفلوس لعبه لو ما كنتش كده حضرتك ما كنتش بقصة صح 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 ايش وقك يا عبدالبينة رعاة اللوكيشن على الواتس ايه اللي انت بتعمله ده ما كده رقى بتلواتس مش طبيعية بصبالوات ده كان شعر اسفل ارا ايه ده ايه ده ايه ده يا شيخ ايه ده اعملوا اعملوا حضر اهو وصلوا بصرحة والواتس بيه ده الواتس بيه ده ايه ايه احتي بصرح القلعة بصرحة بيه دي المنيزة لابسة اليونيفورم بتاع المدرسة بتاعيتنا اقاف كده عندها يا عم عيد ال اه في ايه؟ في ايه؟ واي هنا عمنا عمنا أصر بس عدوا طلع لمجيبك ياه أنت قد المسؤولية دي؟ إحنا معنا أولادناك وهمين بس عباية تلع السيغل خد ملا السيغل في رابيتك والفلوز حبايبي معكم عم جميل أنا مش محتاج منكم أكتر من التليفونات ماذا تقول؟ إيه ده؟ أدعيب بقى إنه واحد يسرق أتويس لغات آآ جيداً جميعاً آآ أه 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 لا أنا مش مرتاح أنا مش مش عارفة أسرق كده لو مش متعود على الموضوع داود أري هرجع على عدت تاني مدام مستور عبدالباري بيصفر كل أملاكه بقاله أسبوعين يعني؟ يعني بيصيل كل أملاكه ماشي نتاشا شكلنا هنتحرق بدري مراتي صح مدام؟ دونبيلات غالية قوي وكتير كمان لا وساعات ساعات ساعات غالية قوي الله 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 دا في دولارات العال راح على المدرسة بدولارات يا بورج طبعا يا ابني مصرف المدرسة دي بتعدل ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ يا فرغ الله خير ألم تهذكر لحظلة عيفاء مسكرة لي اللواحدة ب٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وا رجّعهم وناستفادهم فلوس وتلم ما قول يا ابني أبعد يشيك البنك وعقول له مفيش رصيد هوقول لك أنا عايز هذه الفلوس دي بكرة سبح كاش ماشي؟ يا الله ما عس λ Haus fermjan عايزي مستر عبدالباري مادام ززيد نسيت الختم بتاعه هنا الختم يا اوني مالو مالختم اغير راك الكاس داريت تفضل شكرا لقيت الختم مش عايزك تفتح بوقها خالصة انا اخش على الراجل بصنعة لطفاة اخد التسكرتين وناخدهم ونمشي على طول وانت من امتى بتتكلم في الظروف اللي زي دي مفيش واق من دلوقتي يا ابن انت صوتك رفايع لو اتكلمت قدام الراجل هيقول علينا عيال صغيرة مش هادينا حاجة صوت الرفايع ده في بحة مش موجودة في صوتك يا حبيبي بحة ايه يا لابن انت صوتك زي الزفة انا كنت بغني في الكرال على فكرة كرال تمسمي فرقة شباب ردوان اللي انت بتغني معهم في الشارع بتعزفها في دول كرال دقاءة مضمنة بس جامدين طب ما انا جامد في الجنباز ومش عايزة اتكلم وانت كنت عشان بتتشعلب باللباس في شقة ستك سميت ده جنباز لا 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 الله رحمك يا ستة موضوع خلص جامد ده مسلط لستك خلاص سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو حضرك ساحر نعم ما تخلص يا ابني في ايه سوى لبس لبس ساحر بتاعتحكي معاه معلش خلصني اه لو سمحت احنا كنا كلمنا هايفا وهي قالت لنا يعني اه روحوا خدوا تسكرتين وتعالوا الحفلة وعشان تتصور معنا ونتعشي معاها ونمشي حضرتك بتتكلم على الفنانة هايفاء واهبي ولا هايفاء دي واحدة قريبتك ايه يا عم قريبتني ايه وانا قلت لك طنطة هايفاء يا عم يا ابني في ايه يا ابني احنا نقد نحكي ساعة مع الراجل ما تشوفوا هو بيتكلم زي اسمع الكلام ما ايوه هو اللي بي اسمع الكلام بيقولك قريبتني فيه يا باش ايه المشكلة قولي فاهم حضرتك بيقولي اتعشى والحفلة وهيتاء يا ابني ايه هو عايز تسكرتين لحفلة هايفاء دوم للأسف انا ما عنديش لتسكرة واحدة انا هروح لوحدي وانت ملكش دعم انت تعرف تروح انت تعال صغير انت مش هيدخلوه لا يا حبيبي مش هينفع انت تروح انت بيجي لك دوار بحر في المواصلات ده انت بترجع في الاوتوبيسات مغرقة يا ابن طب خلاص انت عيان يا ابن ما خلاص يا ابني بقى انت بتزعق لي انت بتاعيا طب والله الاقول على الله لا اوحيات امك ولا اقول على الله لا خلاص كمش قدام الساح طب اهدى بقى ها وباحلم ويحلالي باحلم ويحلال باحلم وانا مال حلخهر توانور يا ابنت لو صمحتVAرجيتك 팬 عاوز اردع تلاك تذاكر الك Lily sorry بالسار ويعايش الكلا لحيising تلحق يا لك الراجل بيقول اسعطة جافة تفتكر اسعطة يرجعهم ليه يمكن باذوا منو يا ها ها هاえ عبد البرم بيه انت لس فاكرني قلبك ما له قلبك عيس بيه انت لس عندك قلب زينا بعد 那¬ العملته فيا سيزيت ما لها سيزيت عملتها سيزيت عملتها ايوما سيزيت دي اللي دخلت ما بيننا بقولك هاد وراء وقلم واكتب اللي أنا عمل له ولك فيه عبدالباري بايه؟ انا بطلع في الروح بالكلبات طيب طيب حاط هيات أمك هتمسكهم مرة؟ لا معلش عشان ما يتطعوش طب هات أخذ بيهم؟ دي مسئوليتي خليهم معاك هيات أمك انت تديك أي حاجة بالضياع يا عيات تعملوا اي عيات؟ اه نحنا كنّا بنجاهز بس نفسينا يا امّا عشان الحافل طرح ان احنا رايحين الحافلة عشان الخاطر خاطر لها بقى ان احنا هنقابلها هات طرح ان احنا رايحينو قابلها بقى عشان ششششش اكتاروا من عراء بقى انت وهو ايه في ايه؟ الا الله الله اللهالله الدن داشة والرجلة أحمر والبقرة البيضة ايه يا امّات تقل لافينة تقل فينا عيالك بقى أطول منك بكتير بكتير صحيح انا رايحة حنة ابتسام ياما انت بتركبين العرد ليه ياما ما تمشي عيد اللي يحترع عدوك فيك مش ابتسام دي لسه متطلقة من أسبوع ما هو فرحة على المحلط تي رايحة فرح ابتسام جاية من فرح أحلام فرحك انت امتى ياما عيه ياما نفسينا نحضر فرحك ياما مش كيفية ما حضرناش الفرح الأولان انا جربت حظي في الدنيا خلاص مع أبوكو الله يرحمه والدور والباقي عليكنتوا بقى فرحوني وانا اعمل لكو أجدع فرح وازوّق لكو ع رايزكو بأيدي ان شاء الله يلا انا هروح ابتع عند ابتسام وارجع لكو بكرة الصبح ان شاء الله ماشي ياما ماشي بقول لكو ايه ارجع ألاقي البيت زي ما هو مش هلاقي البط في البانيو والشخبطة والرأس مع الحيطان وحسوكو عنكو تشيلوا الكابنه من مكانه هو احنا متخلفين ياما هنشيل قعدة الكابنه من مكانها هو البلاط ياما ياما ما يبقاش قلبك اسود ياما ده كانت مرة حلواني كده ده احنا عايزين نعيش خدامين تحت رجل طيب خلاص فوتكو بعافية لا إله إلا الله محمد رسول الله ما تشايش مع ابتسام بقى وبليستشل للصبح والصداية الجديدة انا عارف اوه اخيرا يا انا اخير هنرفع راسهمك قدام عمتنا البومة وهنصور مع ايفا ايوه حبيبي عملي الواجب ولت نسا ده امى بكرة تجو ما ما فيش ما دراسك ايه ده امك رجحت بسرعة كده ليه ده بيتها يا حرة تيجي مترح ما تيجي مناش دعوة طب ما مسك قب بتتزاكرة معانتش هشوفها مين حضرتك اعرفكم بنفسي انا جميل الله أكبر بسم الله ما شاء الله فعلاً زي الأمر عبد الله خلقة ربنا آه ده الراجل اللي اشترينا منه التذاكر أصدق اللي سرعته منه التذاكر من سباح لا هتتكلم؟ أنا قلت يعني أشارك في الحدث إحنا مش تفاقنا عنه وعنده ضيوف ما ميتش إدينا ولا نقول كلمة حتى لو جابونا بيتي فورة لحاجة؟ أنا هاسف بص حتى بصنا الحرقة دي؟ إيه ده؟ ده شكله عامل زي الحقيب جد؟ حدف تبقى؟ ده ألماني ده؟ ده بريتا إيطالي شكله حلوة وجبته منه؟ خدته تخلص حقاً طيب خد الله يبارك لك فيه والله ما يرجع؟ يا جدع عمزك فيه؟ إيه يا جدع أنت رخيله ولا إيه؟ يا جدع أنت خبتنا عيه؟ فين انت زيك؟ والله العظيم إحنا معانا ألف جنيكو إن هندفع هوم لك وماما عاملة جامعية الشهر الجاية هنقبضة وننقبضة فلوس إيه وجامعية تينة عايز التذاكر؟ إدي هوم له هوم إيه ده؟ إيه ده؟ فين التذكرة الثالثة؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إنت عدعت التذكرة دين أنا هنروح بيهم الحفلة؟ فين التذكرة الثالثة اللي كان عليها الرقم؟ رقم إيه؟ 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 بيقوله إيه؟ بيقوله إيه؟ بيقوله إيه؟ بقولك رقم إيه؟ هم مش عارفين إنت بتتكلم على رقم إيه؟ فين التذكرة الثالثة؟ الدينالسة وقت تاكس اللي كان معانا نعم ايو الدينالسة عشان وصالنا وصالكو سأصيح علي يا هاضي عبد الهابلة اسا وهو هبلة؟ طب الهابلة دي بقى جابت رسكات اخويا 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 انجخا ايه بلا؟ يلا يا هر يا سبيد انت عملت ايه؟ راشيت في وشه بانج وبتراشي علي وش بانجي ليه؟ هو انا ضعيف يا أخي ده أنت على مين كمان وقت عينيك هتخرج تتنتر من وشك عالسجادة يا أحمر أنا كنت بس تدريجه يعني إيه بس تدريجه بس تدريجه يعني.. يعني أنت هتفهم لما أقولك بدمغك اللي عاملة زي الماشمش دي طيب أعد شاكل طيب عام عليك عام عليك أنا كنت لديت عضرابه يا أخي ده إيه دي اللحظات اللي بحس بيها بنفسي من كل اللي شغلني بس الجستين اللي موجودين في شقيتنا دلوقتي أمك لما تيجي هتقول إيه إحنا لازم نتفنهم ونسويهم بالبلاء يا عام كده كده أمك مش هتيجي قبل الصبح المهم دلوقتي التذاكر هنعمل فيها إيه تعالى وراها نشوف هنعمل إيه وبعدين نيجي نتفنهم بس توري يا أرب أنا مش عارف إحنا هنعمل إيه في موضوع التذاكر اللي اتقطعت دي إيه يا حبيب أخوك إيه ده بس إحنا ممكن نتكلم الودي اللي أستابوندو ده نستسمحه وناخد منه التذكرة التالتة فكرة حلوة هات أنا كلمه عشان إنت مش هتعرف تسلك معاه إنت هتعرف تسلك؟ إيه ما عليك خد يا ابن عام أنا أخوك على فكرة كلمه كلمه ماشي ألو؟ آيو أستابوندو أنا باركة أخو خير آآ معلش أول نبي كنا قصدينك بس في التذكرة التالتة عشان نروح بيها الحافلة ويو إيه ده؟ ما تقولوش على التذاكر على طول استدريجو إزاي يا عزي استدريجو يا لأ مش فاهم معنى كلمة هات ألو؟ التذكرة فيني يا قفل في وشي أنت كان لازم تستدريجو يعني؟ ما كنت تخشينه في موضوع التذاكر على طول يا أخي ولا أنت بتحب الحوارات زي همك طب تتعصب عليها يا بركة؟ أيوه ما تتعصب عليها؟ طب وربنا لا أقولي على الـ لا خلاص والناب ما تعرضهاش عشان الفارما يقرأدهاش هذا ما تعرضهاش عشان إيه؟ الفارما يقرأدهاش ويلا بينا على الموقف عشان نستدريجو نستدري إيه؟ نستدريجو يلا ماشي شتور يا رب أيوة يا مدينة بقى لهم شوي موسيقى موسيقى السلام عليكم يا كبت وعليكم السلامة أقولك إيه أصلا؟ أقول لست بندوق اللي شغالي هنا ساكن فين؟ أجد عند أساكن في منطقة خطرة أوي أعلى من قع جهنم يعني عشان نروح له نعمل زنوب يعني والأخونا يوصلنا؟ لا أخوك يوصلكو بس أخوكو مش هيوصل هناك أيوة ليه يعني هو ساكن فين؟ في عزبة الطغاة طب يعني نروح له إزاي؟ مكانها فين في أي منطقة يعني؟ دي منطقة بدون عنوان بس أنا ممكن أوصلكو أطلع معاكو الطلعة دي بس أخد فيها خمسمائة جنيه تلتمائة جنيه تلتمائة وخمسية ميتين وخمسية ميتين ميت ساكت ليه ما تقول له ساعة؟ أصبر السجارة لما هتخلص منه هيودينا البلاش قادي السجارة أي يا عام؟ أنا وأصلكو بخمس نهاية بس لا شرق أشرق ما حاش يضربني بالقفة وأنا السعيد إيلا يضربني احنا مش عال صغيرين يا بركة عشان يقول لك كده الموقع في كله عرف إن إحنا مستغيرين احنا مش عال صغيرين يا مصد احنا مش صغيرين يا مصد إيه ده معلش هو؟ تقوحنا يا ابن شاكلة عال صغيرة يا ابن معانيش يا معانيش إركب يا خير بقى خلاص بقى ما قامت بش عال صغير عشان تقوحنا هو التعيبي يحضر معاني اوه طوحنا عال صغير يا ابني اه؟ عقلك راح فيني يا فرحانة؟ أولا ولا قوت إلا بالله أليا مستعجل عالطلة كلها يا طرى راح فين بس يا ربي يا خير يا بركة إنتوا يا عيال ما حدش شاف البوك بتاعي؟ يا خير تتدور على حاجة يا أمي؟ بدور على البوك بتاعي ما حدش شافه؟ هو ده يا أمه؟ إن شاء الله يخليك يا عين أمك دعوة حلوة بقى كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين يا وان؟ يا خير يا بركة يا عيال هم اللي سرقونا دول عيالك؟ ترقوا مين يا جربانيا معافلين؟ يا خير يا بركة ما تردوا علي؟ يا أولايا وعيدك جادة عم جميلها يفرح بي قوي لو كتفتك تكتف مين يا خروف يا ابني المعتر؟ ياش دي ما القديمة دي يا أولايا؟ القديمة دي تبقى أمك يا حنان يا ابني مين؟ إيه ده؟ انت يا أولايا يا أولايا هديك سلاح يطول؟ يا عيالي فين انت؟ ولانك هم اللي حرامية مين اللي حرامية يا جربانيا معافلين؟ انت يا أولايا انت يا أولايا إيه؟ لا تقاشر أنا كنت متأكد إنك هتليني جيتي أي تاين بحيبك ده محاب أكيد اه فين جميل؟ مش أنا انت بلغتني إنه هو هنا هاتيهم نخدهم على الفيلا؟ هاتيهم على الحفلة لحد ما أشوف موضوعه جميل أنا عايزهم تحت عيني أوكي مادام ايه يا أستر؟ ايه الخالق اللي انت جدتنا فيه ده يا أستر؟ انت وقفتي ليه؟ أولا ما حاش يسأل سواء انت وقفتي ليه؟ لا لا مؤاخذة بقى يعني ما تجبناش عند خرابة وتقول لنا ما نسألكش وبعدين تاخدونا بقى جوة تقلعونا بناطيرنا بقى ويعالي فيه يا عام واحدة واحدة احنا في المل مختصبون احنا وصلنا خلاص وصلنا؟ اه طب فين العزبة؟ هي دي عزبة التغار وده صور العزبة العزيم وده من المشعل على فكرة أقول لك تعال احنا نقعد تحت صور العزبة العزيم ده اللي بفنة سنة ألف لحد ده لما نشوف بلده وقى جيد يلا بيدي عليكم جبت الحتتين يد عيب يا عمر حتة واحدة ايه طب روح نزل الحاجة اللي معاك وروح حصلوهم بأكلوهم يبقى هكيد فيه مخدرات في الموضوع لا هو احنا كده روحنا في داهية ده الأكيد رب الموت فتور استخب باستخب طب رب الموت لب� Psalm بتقبوكو أنا عشان قوي يا أخوي لا لا خير 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 شش يا ابني قدت صوتك إحنا في عزبه خطر طب هنعمل إيه؟ الأجواء اللي إحنا فيها دي كده عايزة تسلم يا عم والنبي أنا مش ناقص كلام يخوف والنبي يعني إيه التسلم؟ لا بقولش كلام بيخوف أنا بخطط دلوقتي بعد إذنك ما تعصمنيش تاني حاجة تموين في إيه؟ شب بتعطي التموين مع عم تموين مش تموين نركز مع بعضين إحنا في عزبه خطره تالت حاجة لازم يبقى عندنا زكاء ودهاء وسرعة بديهة استمرارية وروح معنوية وباتنين جنيه لانشن ورغفين فينه لا رغفين فينه مش هيتكفه حد خالص هنجيب من الطويلة بو سمسن ماشي مش هنحف لا هنحف مش هنحف إحنا في عزبه خطره عنا مانفل براح إيه ده ها؟ عشان بعد الكالكعه بتجي الشخلعه بعد الكالكعه بتجي إيه؟ الشخلعه يا أخوي وراك مش يا ابني مودينا فين يا ابني إحنا في عزبه خطره يا ابني بحبها يا ابني بقولك إنت ما بتفهمش بتحبها يا لها قوي الحنية مش وقته خالص طب أزبوك دق يا قلبي على الحنية دق يا قلبي على الحنية يلا بقى أيوه هي الدنيا جار فيها إيه جار فيها إيه يلا بقى يا ورده حتى الناس صباح يتمل الله يا لعامك يا أخي يا ابني ما إحنا مزقتتين وفرحانين في إيه؟ ما إنت أي فرح تروحه؟ قل لي هنعرف بيتها إزاي وإحنا ما نعرفوش يا رومانسي قلبي هيدلني الله يخرب بيت أم الزرع اللي بتطلع لك في دماغك اللي هتجنن دي الله يخرب بيت أم وفصل لناك إنت إنت بتفسلنا ليه؟ إنت ما بتتموح عن الجنينة بتطلع ما فيش حاجة في دماغي هو ما نقرع هو بنعمل إيه؟ سامع؟ وبعد الماء أوه من هنا؟ السجاء من هنا بقولك إيه؟ أنا نفس أعمل معامل آخر روميو وجوليت مين بقى روميو ومين جوليت؟ أنا روميو وهي جوليت وأنا عم حمام بقى ولا عامل إيه أنا؟ لأ يا ابني أنت هتبقى السلم أنا هتسلقك يا عبيد أنا مش أقف في طريق حبك تعال ربنا نخليك يا خوني لا مش مستحيل إنت هتقيل قوي إنت لو تسلقتني هتقسمني نصين وبعدين إنت أطول مني وهتشوفك أوضح يمقى بدي أنا روميو وإنت السلم أيوة بس أنا اللي بحبها أنا كان نفسي عامل معا المشهد الرومانسي ده ماشي يا حبيبي ماشي شوف إنت نفسك تقولها إيه؟ وأنا وصلها على الكلام مش أنا أخوك ياه أخيراً قلتها أهم حاجة رقم واحد ما تفكرش ماشي تمام؟ اللي هقوله لك تقوله على طول همليك تقول تمام؟ بس يلا بينا يلا طب عمل لي شو بيك يلا لبيك ولا ولا قاعدة إيه؟ هي قاعدة هي لو بتسمع هايفة بس بس لا مش سامعك؟ طب مزق لها ينهارك السود أرجوكو ما تسوّتيش والنبي وهقولك على كل حاج إنت مين وعايز إيه؟ إيه؟ آآ آآ نظيف نظيف حد بردو يعمل كده بردو معضيف أنت مش من العزبة ولا أنت كمان من العزبة أصدقين أنا مش من العزبة أنا بنتك كبير صحيح أنت تولدتي وعيشت فيها صحيح أنت تولدتي هنا وعايشة هنا بس عمرك ما كنت شبه بس أنت مش من الناس اللي هنا ومش شبههم هو أنت إيه اللي جابك هنا؟ أيوة جاي عشان أنقذك من كل ده أنا جاي أنقذك من المستنقع ده والبهايم والحيوانات اللي أنت عايشة معاهم والقرف ده كله حتى بالأمرة أنت بتسمع يا ابن الحلال عشان أنت بنت حمار أقول لها أنت شخصيتي الجميلة قوي أنت شخصيتي الجميلة قوي قوي شكرا اسألها تقدتي النهاردة أنت ممكن بعد إذنك أنزل ربط الجازمة بس ننزل يا ابن السؤال اللي أهتر ده طب عامل إيه والله أنا سأل قبل كده طلب بنات من المطرية السؤال ده وحبوني قوي سيبني بقى أنا أسألها سؤال من بتوعي هخليها تموت في دباديبك موت إنكس حبي الأخير ماشي يلا اتفضل أقول لي أنت تعشتي إيه النهاردة؟ يا شريفة رياحي شوية رياحي شوية عايزين نشوف شغلنا حاضري يا معلم إيه لعي المسكو غريب في العزبة دفينة ملينة مصيبة ده يرديك برضو كده همعلم الحصول يا خرصي ها أه دفينة مين ده هاد؟ إحنا فاش نعرف العزبة الجصة دي يا معلم فأنا قلنا نزاكر الواجب اللي علينا إنت كده دمان تعمل السنة كلها لأ الحقيقة اللي ولاد فعلة بممتازين ده خلصوا ما نهجوش بسرعة جداً وداخلوا على جسمي كمان في أول شابتر كده هو ممكن يخشوا المتر من في لحظة شايفين؟ الجيل الجديد قفش دخيل وإنتوا بتعملوا إيه؟ قاعدين على ودانكو؟ أه؟ ما هو عيد؟ نسياحها بقى ها 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 مش إنت يا شريفة؟ اسمها شريفة؟ ما تكتم ياه؟ حاضر فأنا شوفوا بقى يا رجالك شوية ملح على شوية فلفلسود على شوية كمون على فحلين بصل على حبتين حمبهان على فصين مستيكة على كم فص توم ويتقلبوا على بعض وتغمسوا لي الرجل ده فيها هيبقى أضحية النهاردة أني سيد بقى عرضين فلفل؟ ينهري سودون طين كلامك غريب قوي يعني أول مرة أسمعه قبلها ممكن أنزل أربوط الجزة هنزل أربوط الجزة ما تزهقنيش أفرقاها قبلها مش قنبلها تعيزنا بوسها يا ابني ولا هو أنت و أنت بتبوسها هتبقى كأنك أنت اللي بتبوسها ولا كأنك بتبوسها لي هو كله ليك عموما بوسها طويلة ولنبي ماشي وحيات أبو طب شو بيك أبرا قلو بيك أبرا شو بيك أبرا أقول لي خاتي بوسها طويلة لما ياتبت لما شرحك وما أنت بتكلمين تحت لا ده أنا دماغي مسلياني بس ما تركزيش معايا شايف في عينيك يتيبة أنا شايف في عينيك يتيبة وقريبة وحبيبة وقريبة وحبيبة حدنك دفع وأمان حدنك دفع وأمان وقت الخطر أمي وبتحملي همي حدنك دفع وأمان والقام حولع في الظورة وعادي اتنين جنيه عشان أرجع اللي اسمع ليه يا بيه انت دخلت العزمة هنا أزاي؟ من عنا أخلا؟ اقترب صورة ما أنا أطلع في السيور لو ركزتي هتلاقيه والله أنا عظيم يا بالله يا بيه انت عارف هلا؟ ايه؟ انت أعدائي منه أنا يا له يا له يا له يا له سيادة المحافظ عايزك تكون متطمنة على الأخير في ظرف ساعات هنكون قضينة على البقرة الإجرامية والعشوية ممكن ساعاتك تستريح في عربيتك وهتسمح خبر صادق سيادة لو أشكري أنا مش هرتاح غير ما نضف المحافظة دي من الأشكال دي أنا نفسي أعرف انت جيت هنا إزاي وأنا سايبك مضروب في الشقة زيت ملاحظة قلتنا كمشة شفاية طب وهرشلي في ظاهري والنبي أنا بربوط مش طايل سوري معلتش مش قادر والله أنا بس عند العسعوس ايه ما بش ظهرك يا لئيم عم ننجز بغير بس بغير صحيح يا أولاد فات الرياح محملها بالأتربة عليا النعمة بوقك بيجيب مزيك يا نهاريش وح عدول بيعذبوه هيموتوا أخوة يا خير يا رب ساعدنا أنقذوا يا رب ساعدني يا رب ساعدني يا رب يا رب يا رب يا رب ساعدني يا رب أنا لازم اعتمد على نفسي انتف أنا فانت اشتري المنزل يا رب يا رب اشتري المنزل يا بنا اتاهم الحكومة والمانجة فردت في الحاج ماشي حسابك ما هيبعتين يا حد انا اعملتش حاجة يا جدعان عندي فهمنا يا جدعان في ايه تريدا انت قم اخويا دفعنا اردوكم يا رجالة دفعنا اردوكم يا رجالة انهم يحرقون وظالف ديتون لا هو ايه الدخان ده كله يا سبت اللواء ريحة السمت مشه لا 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 دي ريحة رنجة ريق احهههههة احهههه وانت بتزرع بانجو لها شاوية الظلم يا باشا احنا ناس غلابة بنسترزق من المنطقة دي ويا ما طلبنا منكم لنا بنتملكها ولا حياتها اللي من تنادي الله 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 يا فندم العساكن يا فندم فتشة المنطقة كلها يا فندم مرويش بانجو خالص أخويا يا باركة أخويا افتفيان يا غبي أخويا 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 لا انت مشي أخويا ايه دا؟ انا مش دربك بالقل على دماغك في شقاتنا انت ايه لقومك تاني؟ مش عارفين نتملك الارض حرام عليكو الناس عشتها وقفة اه هو انتو كان ايه لي ما يصبحوا صحيح؟ هات يا ابني عقد الملكية تا الارض اللي راجع من مكتب الباشر وادي كمان امضطي على عقد تخصيص ملكية الارض اتفضل يا سفين تبروك الله يبارك فيك كده تعشر اتفضل يا سفين المحافظ الله يبارك الله يبارك عمينا موصل البشاوات دا انتو برنسات يلا يا باشا يلا يا أخويا فضلوا 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 ما هو دا اللي حصل روحنا بقى ناخد التذاكر منهم امو ضربونا وليس التذاكر معهم لحد دلوقت فين جميل؟ واحد الله ما اعرف يا هاني اعيالي والله ما هم حرامية هم هم لي صحيح لكن مش حرامية مادام بس تحاولوا تكلم الرقم دا وحنا في العربية ايه دا؟ دامول دا ولا ايه؟ ايوا الجي بي اس بيقول ان احنا كيا وصلنا اسأليك كده مفيش كوشكو قريب؟ بيسأل بيه الجي بي اس؟ بتلمي نفسك يا ابني معنا بنات عيب الالفاظ دي ايه كوشكو والكلام دا؟ عشان يا ابني؟ مش وقته يا بطل وليه لي يا بيت؟ الجي بس بيقول انه هو هنا؟ او الله يابا اه اه الراجل دا ما بي zarبش يباها هو الله؟ هم في غيرها اساسا في الحουμε في المقطوعة دي؟ اوه بس الراجل دا غريب اهوي ساب سروته كده في الطل طل ايه اللى ساب سروته فيه؟ دا هي الشقة دي هي السروة ايه دا؟ مادام هي دي السروة يبقى انكلم السانقل لاختفهم منها نقولها ان احنا لقينا السروة وتدينيهم منها والنبي او نبي ومنا والنبي — او النبي ومنا عاجدة يا حبار انت هو اللي انت بتقوله انت ولو خلمتوا السيد تقوله على أموكم يا رحمن يا رحيم ها الرجل الطاية ده بيتكلم صح شاف العملية دي محتاجة تسلم واستلم او الله بس واحنا هنخش ازاي ده احنا حتى معناش المفتاح او صحيح جريعة من الناس واحنا في باب يستعص علينا تواصق ان الوقت هيعرف يفتح الباب الله يفتح عليك حبيبة عمدنا الله يرحم أبوك يا ابن هو ده العلام افضل يا رجال افضل حبيبة معلامة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا يا معلامة تفتلي تفتلي بعد اذنك ابوها ايه الدنيا معلامة كله في الامان ايه الدنيا ظلمة لي يا معلامة ها عشان انت فيه نوري عبيضة ايه ده ايه ده ايه ده ايه الفيلا الفخمة دي اكيد العفش ده هو الكنز لا اكيد الكنبة اللي وراك دي هي الكنز لا يبقى الزلط لابياد ده هو الكنز مفيش زلط لابياد شششش ايه اللي انتوا تقولوه ده الكنز ايه اللي عفش وكنبة وظلط بقى صروت عبد الباري بيه تبقى عفش وكنبة وظلط احمر ولا بلط ايوة يا عم جميلة يعني احنا بتدور على ايه على كنز عمل ازاي اقول لها ان هي الكنز الحقيقي انت الكنز الحقيقي مش انت اقول لها انت انت الكنز الحقيقي ايه احنا انا هتذر احنا بتدور عليه صحيح يعني ايه على صروة تعطى عبد الباري بيه يعني ممكن تبقى مجوهرات اه قصار اه 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 نزم فالنتوزع شوية تلعه فوق وونقفة دوره تحت حلوة اه انا واخوي ه ندور في المطبخ مش معنى المطبخ شو شو ماشى انا احنا نروح الى المطبخ ماشى يلا بيت توزع 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 اهوي ليه المطبخ اهو تعال انا هدور في التلاكن انا هدور في المتجاز ولا 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 اه ايه ونسيب الحلوية يلا بيدا ده الشواجع دماغ يلا بيدا ياه مساهل الحال الله ومسى الله عن نبي كان نفسك سبعاجة لو علشي أصبر هتكسبها صب لنا بقى ياستر شاكترلك عشان ما تدعش مني ماشي يا زميالي ياه إيه السودة؟ ما عرفش تلاقي التلاجة بتركن ولا حاجة صحتك يا حبيبي أنا الخمرة ضيعت لحياتي يا صاحبي يخرب بيتك يا كيف ويخرب بيت معرفتك صحيح دمك خافف بس يارتني معرفتك واسجارك جابت شوان وجوان جاب حبايا حبايا جابت شيريت وانتهيت الحكاية واسجارك جابت شوان وجوان جاب حبايا حبايا اوه أنا حاجة في التلاجة هتكسر سناني طب ما تبلعهاش طاية اوه اوه تاخد بريني ده سكر نبات ده ولا ايه؟ لا لا بريني ايه ده؟ بريني كده؟ تكونش ألمز ألمز؟ بتجبتها من ايه؟ بالتلك هتلي التلك كله بالتلاجة ما تفوتش تلاجة يلا بنا يا زميلي رو هتفوتني تلاجة يلا بنا يا زميلي يلا بنا يا زميلي عايز أفوك مية نعم عايز أعمل بيبيه أخو ديه والنبي بين عليه غلبان وعنده السكر قوم يلا يل موسيقى عطلاتك لكotta أخلتي عشانا أشوف عيالي يلا يلا ناتش ناتش نحنا كان ممكن نبقى أحسن كصة حبي في التاريخ أنا بعرف أطبخ على كرة بس سلسة هتحب قوم قوم يلا يلا خلت لقينا الألماس لقينا الألماس إيه إيه اللي عمل فيكو كده إيه يا أخوة خلاص خلاص يوما خلاص يوما خلاص آه حاسب حاسب فيه ألماس في إيدي حاسب إنتوا بقى الاتنين الأشقية اللي خطفين جميل وسرقين عبدالباري إيه إحنا الأشقية وإنت بقى الست اللي خطفتي ماما صح؟ بصراحة كنت متخيلك وغير كده كنت فاكرك وقصي عم كده وأنا برضو كنت فاكرك غير كده خالص كنت فاكرني إيه؟ كنت فاكرك عرجة لما أخذة بتمشي رجلي ورجلي وفيه باشلة في وشك تدل على الإجرام وأنا كنت فاكرك بتلبسي تايرات عادي إيه لبسة بتماني اللي أنت لبسها ده؟ والله برافو عرفتوا بتجيبوا المجوهرات أي خدمة؟ أنا لقيته دخدخت التلج كله أنا اللي لقيته قرقاشته على فاكرة كده يبقى حقك وصلك يا قطة أنا عايز حقي بقى عشان أهبق من هنا ونقدر أنسك يا بندق قوي قوي كتفو جنبه إيه اللي كتفوها الله ولا أخذان اللي حق أبقى فيه كتفوه ليه يعني؟ الله إيه ملاشا فيه إيه سعادك حضر يا باب أه 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 إيه دك يا بوسة يا معا إخرص يا كلمة أه 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 ناتاشا خلاص يا اللي عندك كما ده؟ يا أما هتحدث يا يا فأمي هتقدم ماما بيدي اللازينة دي؟ خذ يا سات خذ يا أنا أه النجس ده هو اللي فتن علينا وبلغها نقصى عليك يا فتان معلاش يا معال إلا الفتنة أنا خدا عن الألمار فتنة عشده من القتل أغرب عن وجهي أمي أمي ما هم ألا أبا تقتلاتش يا مجرامة هتحدثني فيها إيه أتت ما هم أبا يا نهاريس ويه إيه دا يا لهوي إيه دا؟ إيه الريحة دي؟ أنا ما عملتش حاجة الريحة حلوة أوي أيوة أنا اللي عملتها حلوة إيه بس ده غاز أيوة فيها أنا بيه بحوالينا طب معادش أولى على سجارة يا كدعان إزاي بقى أنا عايز أولى على سجارة فكيني فكيني يا بيت خيني يا بيت فكيني يا ساكفا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ألا الله الله انتون مالي إزعالك وخادر؟ إزل فكيني يا بني المكوكة مبروك يا أخويا الله يبارك فيك وعبال مفرح بيك بقى يا لأ لا أنا ماليش في الجواز أنا بحب بعيشة الحرية حتلاك حبيبي حبيبي يا أمي ياما أنا العريس يا أمي لكش داعه يا أمي حبيبتي ياما إيه الحلوة دي يا أمي هديك إخلصتي من واحد أهو يا أمي بس يا أمي تمنى يا أمي يا حبيبتي بشاء الله دي الأمر ربنا يتمم بخير مساء الخير مساء الفل لا ناسا بيشرف صحيح يشرف مقدارك ألف مبروك يا أنيسا أنيسا؟ وست الأوانس كمان تعيش راح أتجوز البيت بقى والإنسان مننا بقى عنده إحساس بالواحدة القاتلة ومين سمعك؟ لا نحن لازم نعمل واحدة رووووووووط ايه العا�� مبروك يا معلم مبروك يا سيدleichوار الحبيب لا من الله أن ده اسعد يوم في حمي حياتك ولا حياتي؟ حياتي أنا وما اتستهبالك فلأسعد يوم في حياتي ربنا ما يحرمني من كلمك الحلو ده معيش أنا وإنتي سوا بت بتنا وإنتي بات انت متأكد يا ابني أنان لو أنا أتجوزها هتبقى أنت اللي بتتجوزها ولا هو أنت وإنت بتتجوزها هتبقى أنت اللي بتتجوزها ولا أنت بتتجوزها عشان أنا اللي هتجوزها لاier عشانك طبعا يبقى أطم إطم بقى أطم وما تكترش بص هيلله علشان يبقى شكل حلو بص هيلله إخطاني واحدة يا حبيبتي بس И مع نذني خد يوا مفروك يا أختي ملكش دعو هبوسي ايه لانت اهطل ايوه بوس هدي حلالي في ايه لا هتجعرلي هقول على ال لا يا حبيبة انا جعر براحتي انا العريس وانا بطلي اليوم النهاردة يبقى انا هقول على ال لا ما تقولش انت انا اللي هقول